ترجمة نانسي قنقر وقال الوزير ميرزا أن القيادة والحكومة الموقرة بمملكة البحرين تولي بالغ اهتمامها بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة من أجل التنمية الشاملة في البلاد وقامت الحكومة بإنشاء مركز للطاقة المستدامة يتبع وزير الكهربائي والماء واعتماد أهداف وطنية للطاقة المتجددة وهي الوصول إلى 5% من إجمالي الإنتاج الفعلي للطاقة بحلول العام 2025 وتزيد إلى 10% عام 2035 وأكد الدكتور عادل حبيل الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية أن تدشين هذا المنتج المالي يأتي من منطلق حرص الشركة للمساهمة في تقديم النماذج المبتكرة في الخدمات المالية دعما لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وخصوصا مبادئ الاستدامة والتنفسية القائمة على الإنتاجية والإبداع والمشاركة الفاعلة لتنمية النشاط الاقتصادي منفع الأولى أن هي طاقة نظيفة لا تلوث البيئة ثاني شيء أن هي طاقة مستدامة ثالث شيء أن هي توفر فرص عمل جديدة للبحرينيين رابع شيء هي منافسة للطاقة الحفورية خامس شيء أن هي توفر الغاز حكومة مملكة البحرين فنشجع مثل هذه المبادرات ونشكر شركة البحرين للتسهيلات التجارية على هذه المبادرة التنافسية تعتمد على نقطتين تعتمد على كلفة الإنتاج وتعتمد على الإبداع فنحن طبعا عندنا الإيجارة المنتهية بالتملك راح تمكن كثير من أصحاب المحلات التجارية والشركات وكذلك أصحاب المنازل من اقتناء نظام الطاقة الشمسية بنظام الإيجارة المنتهية بالتملك طبعا لهو من المؤمل أن هذا النوع من المبادرة تخلق وظائف لعلاقة بتركيب وتشغيل الطاقة الشمسية رؤية 2020-2030 الاقتصادية أنا أعتقد جزء منها بيكون وهي الطاقة النظيفة وأعتقد التوسع في الطاقة النظيفة بيكون هو المجال اللي جاي القادم فيها والتوقعات بحسب ما ذكر اليوم جدامكم أن الاستثمار الأولي بيكون أقل وتخففها هذه التسهيلات التجارية التي قدمت اليوم بتخلي الصناعة كثير من المؤسسات الصناعية بتتجه إلى هذه الشيء وأنا أعتقد هذه بيكون لتأثير ورافد على الاقتصاد كله والليه بيأثر بالأخير على الوجهة 2030 أعلنت برصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة عن انضمام خمسة طلاب جامعيين إلى البرنامج السنوي للتدريب الصيفي والذي يتيح لطلاب الجامعات فرصة الحصول على تدريب شامل لدعم تعليمهم ولتطوير خبرتهم في المجال العملي في المستقبل ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية المسئولية الاجتماعية التي تنتهجها برصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة وفي إطار برنامج التدريب الصيفي سوف يكتسب الطلاب خبرة قيمة من خلال العمل في مختلف الإدارات منها إدارة عمليات التداول والتسويق وتطوير الأعمال والشؤون المالية والبحرين للمقاصة وذلك بهدف تعزيز المعلومات النظرية في الجامعة بمزايا التدريب العملي والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية المشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل مؤشر البحرين العام تداولات اليوم بتقدم بنسبة 0.33% مقفلا عند مستوى 1527 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الصناعة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 7.493.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1.876.000 دينار تم تنفيذها من خلال 151 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8.859 نقطة بارتفاعا بلغت نسبة 0.46% أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5.348 نقطة بالخفاض بلغت نسبة 0.73% لتكون الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم وبالنسبة لسوق أبوظبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2.846 نقطة بالخفاض طفيف بلغت نسبة 0.16% توقع تقرير صادر عن وحدة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت الوطني نموا اقتصاديا جيدا لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر خلال الفترة المقبلة وعضح التقرير أن النمو الاقتصادي في الدول الخليجية شهدت حسنا كبيرا خلال العام 2018 وانتعشت أوضاع المالية العامة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتنمية وتطوير البنية التحتية وتنويع مصادر الاقتصاد وتطبيق الإصلاحات المالية كما أشار التقرير إلى أن مصر أحرزت أداء مميزا على صعيد الاقتصاد الكلي مشددا في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق الإصلاحات الهيكلية العميقة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل شركة نستلا تسجل أسرع نمو للمبيعات الأساسية في ثلاث سنوات تبطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الحالي إلى أضعف وتيرة منذ الربع الأول من العام 2017 ليبلغ 2.1% وهو ما جاء أفضل بقليل من متوسط توقعات وولستريت البالغ 2% وزاد نمو انفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثين نشاط الاقتصادي الأمريكي بنسبة 4.3% وهي أسرع وتيرة منذ الربع الأخير من عام 2017 وفي تعليق على هذه البيانات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النمو في الربع الثاني لم يكن سيئا بالنظر إلى الحمل الثقيل جدا المحيط بالأعناق من مجلس الاحتياطي الفيدرالي أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريكسيت يمثل فرصة اقتصادية هائلة بعدما تم التعاطي معه خلال فترة تيريزا مي على أنه عاصفة معادية داهمة وقال رئيس الوزراء الجديد أن مغادرة الاتحاد الأوروبي تمثل فرصة اقتصادية هائلة للقيام بأشياء لم يكن مسموح لهم القيام بها لعقود وفي خطاب ألقى في منشستر وعد جونسون بتسريع المفاوضات حول اتفاقيات تجارية لمرحلة ما بعد بريكسيت وإنشاء مناطق حرة لتحفيز الاقتصاد أعلنت شركة الأغذية نستلى عن تحقيق أسرع نمو للمبيعات الأساسية في ثلاث سنوات وتواجه شركة صناعة الأغذية المعبئة صعوبات للتكيف مع تنامي شهية المستهلكين للأغذية الطازجة التي ينظر إليها على أنها صحية أكثر بالإضافة إلى منافسة قوية من شركات ناشئة صغيرة محلية تقدم سلعا تتراوح من حبوب الإفطار إلى القهوة وشوكولاتا وتسارعت المبيعات الأساسية لنستلى التي تستبعد تقلبات العملة وعمليات الاستحواذ والتخارج إلى 3.9% في الأشهر الثلاث المنتهية في يونيو وهو أعلى معدل فصلي منذ بداية 2016 ترجمة نانسي قنقر